أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرأوخة أزائي المشاهدين الحقيقة قبل بس ما أتكلم مع حضراتكم عن الأخبار اللي عندنا النهاردة عايز أتقدم بخالص التعازي الحقيقة في وفاة والد الأستاذ محمد يوسف محبوب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طبعاً في وفاة والده كمان الكاتب الكبير الصحف الكبير الأستاذ جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق وهو خال أستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي لللجنة الأولمبية أيضاً وخالص العزاء للعائلة وللأستاذ حاتم دويدار طبعاً مدير التنفيذي لإحدى الشركات الاتصالات الكبرى في مصر كمان فقدنا النهاردة الكابتن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي خالص العزاء لنادي الإنتاج الحربي وللعائلة الكريمة ونتمنى رب كل الرحمة لكل الأمود خلان نروح لأخبارنا النهاردة كان النهاردة فيه تفاصيل اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد اجتماعه الذي جرى عصر اليوم الأحد بمقر نادي بالجزيرة ما يلي اعتماد محضر مجلس إدارة النادي بشأن تشكيل هيكل شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بتكوينه الجديد مناقشة الملف الضريب للشركة مع عرض التسوية الكاملة التي تمت مع مصلحة الضرائب تفويد العمري فاروق العضو المنتدب للشركة والمهندس خالد مرتاجي عضو مجلس الشركة باستكمال هيكل رأس مال الشركة وعرضه على المجلس أيضا مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة وكذلك إعداد خطة شاملة لتعظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة الكابتر محمود الخطيب عصر اليوم كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي العضو المنتدب للشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة المهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي ومحمد الضماطي ومي عاطف عضوي المجلس ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة ومحمد عبد العظيم أمين سر الشركة ده كان النهاردة اجتماع لمجلس إدارة الشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي